سلام الله عليكم مشاهدين ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي قهوة جرنان تحية صباحية لكل متابعي هذا البرنامج أملنا إن شاء الله نلقاكم دائما بالصحة والعافية الصحافة الوطنية اليوم تشابهت صفحتها الأولى كل الصفحات الأولى للجرائد نقلت صور لنواب البرلمان بالأمس أثناء جلسة المصادقة على قانون المالية كل الصور كان فيها نواب البرلمان بين السلطة والمعارضة المهم أن البرلمان بالأمس لم يكن بر أمان لأنه قادر في أي لحظة أي نائب يتعرض للكمة يتعرض للطمة كان فيه شد وجذب السلطة قالت أن هذا المعارضة قالت أن هذا القانون لتجويع الشعب وقالت أيضا أن هذا القانون جاء لصالح أرباب العمل تقنية الصوت هنا في النهار متخوف أنه يمتد لأرباب البيوت خاف أنه مقبل على الزواج خاف أنه قانون المالية يأفضل على مبلغ الصداق على المهر المهم أنه النهار في صفحتها الأولى قالت الكاتش في البرلمان لتمرير قانون المالية 2016 وجبة الغذاء كادت أن تسقط مواد بسبب تهافو تنواب على مطعم المجلس البرلمان صوت رسميا على المادة 66 من قانون المالية المادة 66 التي كانت أثارت جدل كبير كل الصحف نقلت الموضوع لكن بعنوين مختلفة في هذا الموضوع مثلا البلاد قالت كارنفال في البرلمان اشتباك بالأيدي وتبادل للشتائم بين نواب المعارضة والمولاد وقت الجزائر قالت المعارضة تنطفض والمولاد ولا تمرر قانون المالية 2016 الآن قالت الزوالية سيدفعون ثمن انهيار أسعار البترول المساء قالت المصادقة على مشروع قانون المالية 2016 في أجواء مشحونة الحوار قالت ولادة قيصرية لقانون المالية كل الصحف كيف نقلت موضوع المصادقة على قانون المالية الإكسبريسيون في الصحف الناطقة بالفرنسية قالت جور دو ريفوليسيون ألا بيان كل الصحف نقلت الموضوع أخبار أخرى في النهار رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائرين عبدالرزاق قسوم قال ليفركوس كلنا مسلمين والسلفية ليست حكرا عليك محمد السادس يفقد القدرة على النطق أصيب بزكام على ما أعتقد لم يستطع الكلام أمس في قمة المناخ الواحدة والعشرين في باريس وفي تعليمة تحضر استعمال الملاحات غير الترباء والملاحظات غير التربوية وغير المهنية النهار قالت يوجه إلى الحياة العملية في كشوف النقاط ممنوع معناها لا يكتب الآن في ليبيوتان كشوف النقاط يوجه إلى الحياة العملية بل يكتب يوجه إلى التكوين المهني أو إلى اختصاص معين هذه هي أهم الأخبار اليوم في الصحافة إضافة إلى ما جاء في البلاد قالت خطط هكذا خطط إرهاب مغربي لاغتيال رؤساء الجزائر وقلب النظر إلى التفاصيل والبداية بالنهار دبزا ودماغ تحت قبة البرلمان لتمرير قانون المالية قالت النهار تحولت قبة المجلس الشعبي الوطني أمس إلى حلبة ملاكمة بين نواب جبهة التحرير الوطني ونواب المعارضة الذين حاولوا توقيف عملية التصويت على قانون المالية لسنة 2016 في حين تسببت وجبة الغذاء في أحداث خلل كبير في تمرير ثلاث مواد قانونية بعدما تحول النواب إلى المطعم تاريكي ناود خليفة يبحث عن المصوتين على قانون المالية لسنة 2016 بعد مريره عبر حلبة ملاكمة تحول فيها النواب إلى مصارعين ومصارعات من الدرجة الأولى فبعد الخطأ الذريع قالت النهار الذي ارتكبه رئيس المجلس محمد العربي ودخليفة بعد رفضه منح الكلمة للنائب عن حزب العمال جلو الجودي الذي طلب نقطة نظام ليتحول المجلس إلى فوضى كبيرة بين نواب حزب العمال والأفلان استعبت فيها كل أساليب الشارع من ضرب وشتم وبس كان للجنس اللطيف أيضا من النواب حظا كبير فيها محمد السادس يفقد القدرة على النطق قالت النهار أصيب ملك المغرب محمد السادس بفقدان الصوت حيث عاجز عنه لقاء خطاب مهم في قمة التغيرات المناخية التي تجري بباريس علما أن الملك قد أصيب بهذا المرض قبل تنقله إلى فرنسا وأفاد بلاغ رسمي صادر عن ديوان الملك محمد السادس بأنه كلف شقيقه والأمير مولاي رشيد بتلاوة الخطاب خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الواحدة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الإطارة الأممية حول التغيرات المناخية قالت النهار وجاء هذا التغيير بسبب المرض الذي أصاب الملك محمد السادس والذي أدى إلى فقدان صوته كما أضافت ديوان أن تلاوة الخطاب الملكي على الحاضرين للمؤتمر المقام بالعاصمة الفرنسية بباريس تم بحضور الملك محمد السادس داخل القاعة المحتضنة للأشغال عبد قادر قسوم مخاطبا فركوس كلنا مسلمون والسلفية ليست حكرا عليك قالت النهار قال رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائرين عبد الرزاق قسوم أن الجمعية هي حق الناس بالسلفية لأنها تنهل من المصادر الأصلية لهذا الدين القرآن والسنة النبوية مضيفا أن فركوس وجماعته يقولون أن السلفية حكر عليهم وفقد وهم يريدون أن قال قسوم أن نعادي الصوفية والزوايا وذكر قسوم أنه هو جماعة العلماء المسلمين لا يزالون أوفية للسلفية بمعناها الحقيقي والتي تنص على أن الإسلام هو الدين المباح وأن الممنوع هو الاستثناء وليس العكس يوجه إلى الحياة العملية في كشوف النقاط ممنوعة أمرت وزارة التربية الوطنية من كل المديرين الولائيين عن المستوى الوطني بمنع استعمال عبارة يوجه إلى الحياة العملية بالإضافة إلى منع كل العبارات غير التربوية وغير المهانية وأمرت بتعويضها بعبارات دلة على التوجيه السليم للتلميذ عبر تدوين عبارة يوجه إلى إحدى اختصاصات التكوين أو التعليم المهني في نهاية السنة الدراسية على أن يسعى مستشار التوجيه في مرافقات التلميذ الموجهين إلى هذا النمط من التكوين إلى جريدة وقت الجزائر قالت صدمة النفط لن تدوم أكثر من ثلاث سنوات قالت وقت الجزائر أكد الخبير الدولي في مجال الطاقة مراد برور أن صدمة النفط لن تدوم أكثر من ثلاث سنوات مضيفا أن رفع أسعار الطاقة غير منطقي مقارنة بالمستوى المعيشي للجزائرين وأن ضوضاء التي أثيرت حول ملف الغاز الصخري مبالغ فيها كما أكد على أنه لا خيار أمام وزارة الطاقة غير إشراك القطاع الخاص عشر المتحدث أن قاعدة 51-49 تعتبر غير منطقية بتاتا بحكم أن للدولة السلطة الكاملة في التحكم الاقتصادي داخل أراضيها جريدة البلاد قالت هكذا خطط إرهاب مغربي لاغتيال رؤساء الجزائر وقلب النظام قالت البلاد كشفت يوم أمس مجريات محاكمة سبع عناصر إرهابية من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بينه مراعية مغرب أمام المحكمة الجنائية بمجلس قضاء الجزائر عن مساعي الإرهاب المغربي الذي تهدده عقوبة السجن بالمؤبد ووضعه مخططات لصالح التنظيم لأجل اغتيار رؤساء الجزائر وقلب النظام بالاستعانة برعاة غنم لتنفيذ عملياته بغرب الوطن التي أفشلها التذيق الأمني المفروض على ولايتي سيد بن عباس وتليمسان ترقيات 45 ألف أستاذ لمنصبي رئيس ومكون قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت إن المثاقة التربوية الموقع عليه أول أمس وخلاصة جهد وزارة التربية بالتنسيق مع السلطات العلية من أجل إيجاد حلول لجميع اختلالات القطاع على مدار 18 شهر مشيرة إلى أن المهام المستقبلية بعد الإمضاع على المثاق تتجلى في تطبيق ما جاء فيه من نقاط ومبادئ وعمل الوزارة على تدسيد وعودها والمتمثلة في ترقية 45 ألف أستاذ رئيسي ومكون جريدة المحرر قالت مكتبو الألبي سيختارون مواقع سكنتهم عبر الأنترنت بداية من اليوم قالت المحرر سيتمكن مكتبو صيغة الترقوي العمومية الألبي بداية من اليوم من دخول الموقع الإلكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية من أجل اختيار مواقع سكنتهم عبر الأنترنت وذلك بعد الانتهاء من عمليات تسديد الشطر الثاني لمستحقاتهم المالية والمقدرة بمئة مليون سنتين بالنسبة للمكتبين المبشرين في حين يدفع المكتبون المحولون من برنامج عيد الواحد إلى صيغة الترقوي العمومي والمقدر عددهم بأربعة تلاف ومئتين مكتب خمسين مليون سنتين أوضح حتى إمكانية استعمال المكتبين للرقم المدون على وصل الدفع الخاص بكل مكتب للدخول إلى الموقع وتصفحه المحور قالت وكلاء الصفر المعتمدون في العمرة مهددون بالسجن قالت المحور يهدد أصحاب الوكالات السياحية المعتمدة في العمرة للموسم الداخل 1437 هجر بالسجن بسبب التحولات المالية غير المقننة التي لا تضمنها البنوك نحو السعودية حيث يلجأ هؤلاء وبعلم السلطات إلى تهريب الأموال بالأور والدولار عبر المطارات الجزائرية لدفع تكاليف الفنادق ومختلف الخدمات لنظرائهم في البقاع المقدسة ورفع الوكالات السياحيون المعنيون رفعوا بتنظيم العمرة خلال الموسم الجاري مقترحا لتقنين التحويلات المالية الخاصة بهم إلى السعودية بطريقة شرعية عبر البنوك بدن مخاطرتهم بتمرير قيم معتبرة من العمرة السعبة عبر المطارات جريدة المساء قالت الجزائر ملتزمة بالعمل من أجل اتفاق دولي طموح قالت المساء تطمح الجزائر من أجل عقد منتدى إفريقي للطاقات المتجددة وهو إجراء يعكس إرادة البلد وعزمه على بحث تحول طاقوي قائم على طاقات نظيفة حسب ما صرح به أمس بباريس الوزير الأول عبد الملك سلال الذي جدد التزام الجزائر بالعمل من أجل التوصل إلى اتفاق دولي طموح للتصدي لانعكاسات المناخ وقال سلال أن الجزائر تطمح للعمل من أجل إنشاء منتدى إفريقي للطاقات المتجددة الذي سيمثل قاعدة سنوية للحوار والتوافق بين أصحاب القرار السياسيين ورؤساء المؤسسات والنخب العلمية في الصحافة الناطقة بالفرنسية الإكسبريسيون قالت ثورة بالبرلمان وقالت صدق المجلس الشعبي الوطني أمس على مشروع قانون المالية لـ 2016 رغم الرفض الشديد الذي فرضته أحزاب المعارضة أمام رئيس البرلمان العربي والدخليفة وعضاء الحكومة على رأسهم وزير المالية عبد الرحمن الخلفة وتحولت الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية 2016 إلى حلبة للمشاجرة بين نواب المعارضة والمولاة وصلت إلى حد التشابك بالأيدي أمام أنظار رئيس المجلس الشعبي الوطني لسواغ دالجيري قالت تعميق التشاور لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية قالت لسواغ تحتضن الجزائر اليوم الاجتماع الوزاري العادي السابع لبلدان جوار ليبيا بحضور وزراء خارجية الجزائر مصر السودان النيجر والشاد بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وممثلين عن ليبيا ومنظمات إقليمية ودولية بغية تعميق التشاور والتنسيق للمساعدة على إيجاد حل سياسي للأزمة في الصحافة المحلية آخر ساعة قالت سخان الحمام يتسبب في اختناق أربعة نساء من عائلة واحدة بالصفصاف قالت آخر ساعة ما يزال غاز أول أكسيد الكربونة والمعروف بالقاتل الصامت يهدد صحة وسلامة المواطنين خاصة عند حلول فصل الشتاء الذي يزداد في استعمال أجهزة التدفئة والتسخين من طرف العائلات الجزائرية حيث أصيبت ليلة أول أمس ثلاث فتيات ومرأة باختناق وصعوبة في التنفس وغثيان نتيجة لاستنشاقهن لغاز أول أكسيد الكربون جريدة الوصل قالت سكان تجنات بشلف يثورون ضد العزلة والعطش قالت الوصل خرج العشرات من المواطنين ينحضرون من مختلف مناطق بلدية تجنات بولاية شلف تجنات بولاية شلف الأحد إلى الشارع ونظموا وقف احتجاجية أمام مقر البلدية معبرين عن استياءهم الشديد من السلطات المحلية التي حسبهم تتجاهل مشاكلهم ونشهد المحتجون وللولاية بالتدخل العاجل لإيجاد حلول للسكان الجنوب نيوز قالت المواطنون يترقبون انطلاق المشاريع وتحقيق التنمية قالت جريدة الجنوب نيوز دخل مشروع استحداث عشر مقطعات إدارية عبر ثماني ولايات بجنوب البلاد حيز التطبيق رسميا بصدور المراصيم التنفيذية المتعلقة بذلك خلال الأشهر القليل الماضية وقد أثار قرار تقسيم الإداري الجديد الجدل قبل صدوره ومخاوف من حيث الأثار المالية الباهظة ناتجة عن تنصيب الهياكل الإدارية الجديدة وما يتبعها من مديريات لمختلف القطاعات وقالت الجنوب نيوز يبقى المواطنون يترقبون انطلاق مشاريع وبعث المزيد من فرص العمل تصريح اليوم وتصريح أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي قال الاجتماع السابع لدول جوار ليبيا الذي يعقد في الجزائر أحد المحطات النهائية في طريقة توصل إلى حل الأزمة الليبية وقال الفرصة السانحة الآن يتوج الحوار بين الليبيين بتوقيع اتفاق سخيرات الذي يأتي بعد لقاءات كلها أمور تصب في اتجاه الاتفاق الصيغة الشبهة النهائية أو النهائية ويبقى فقط توزيع الأطراف الليبية المنخرطة في عملية الحوار السياسي وقال الاجتماع يكتسب أهمية خاصة لأنه يأتي بعد أن استكملت كل جوانب الحل السياسي استكملت الذي توصل إليها المبعوث الأممي السابق برناردينو ليون ويستكملها المبعوث الجديد مارتين كوبلا إلى هنا نصل إلى اختتام معرض أصحافة